عمد فيه حتة برضو مهمة جدا فيه ناس فيه ناس بتعرف تتعامل مع الفراء وعادي يسيب النهاردة وعايش حياته وبيضحك ويعرفيك الست برضو نتكلم عالستات عشان ميقولوش نادي ضد رجال فيه ستة تقدر تاخد القرار وبشوف فعلا في صحابي ناس كده فيه ستة تقدر تاخد القرار وتبقى صمدة وقوية وتنزل عادي وتخرج وتشوف حياتها وشغلها وعادي مش متأثرة وتقولك ايه خلاص انا اخدت القرار واش هرجع فيه انا ببقى اقول ايه ايه الجبارة دي انتي ازاي بتقولي الجملة دي وبتنفزيها فيه ستات تانية لأ حتة مرحلة الفراء دي بتقف عندها اوجاع وانهيارات وعيات واكتئاب فليه فيه ناس بتقدر تعدي المرحلة دي وفيه ناس بتقف عندها ما بتعديش جزء منها خبرة يعني هي جزء منها خبرة خبرة في الحياة نفسها وخبرة ممكن ما تجيش بس بكتر علاقات هي ممكن تكون جات بقراية شخصية اه وممكن تكون جات بشخصية متطورة مثلا في مجال عملها فده طور اجزاء تانية في كراكترا لكن في الاول في الاخر هي لا هي خبرة يعني هي خبرة ملاش علاقة باي حاجة ممكن يكون لها علاقة بحاجات كمال معلش ممكن يكون لها علاقة للأسف بحاجات قديمة الاب والقوم اه حاجات من الطفولة حاجات من الطفولة بالزبت كده فيه شخصية قوية وفيه شخصية مهزوزة ساعات بيأسهر على الشخصية واذا هي ما بنقول ما تعيش دور الضحية يعني ما تعيش خلاص ادي حاجة حصلت حاول تصلح يعني حاول تصلح حاول يا اما تروح لدكتور نفسي يا اما انت تقعد مع نفسك وتبدأ تشتغل على نفسك يعني بس حاول تصلح ما تعيش طول الوقت في دور ان انا مظلوم طيب هل بعد الفراء لو جي مثلا جوزي قال لي بعد الطلاق مثلا لو جي قال لي خلينا صحاب انت شايف ان ده صح او اتنين مرتبطين وصابوا بعد وبعد شوية شهر شهرين قالينا خليها صحاب وخليك يخرج معايا ومع صحابنا وعادي ده صح ولا ده بيأخر التعافي بصه ما هو على حسب الطرفين تاني لو انت صريح وواضح انت كراجل تقبل بدا ان انت بعد علاقة حب وكنت بتحبه ومأمور وتسبت تعرف تبقى صديق ليها وتشوفها مرتبطة عادي لو وصلت مرحلة ان انا اعرف ان العلاقة دي كان لازم تنتهي وان الشخص ده كان المفروض يفضل في الخانة بتاعت الصديق اعرف تعرف اه لكن لو ما عرفتش وفضلت في دوام عمري ما عرف طيب انت عليكت زي حتة الاكتئاب يا محمد في المسلسل يعني طبعا طبعا لا شك ان في ناس كتير جدا في مرحلة الفقد سواء الفقد والفراء بموت او الفراء بقرار كنا كانوا مرتبطين وسبوا بعض لا شك ان في منهم كتير جدا نسبة كبيرة جدا 70% بيدخلوا في اكتئاب اللي هو انا انا سبت انا مش عارف ارتبط انا مليش لازمة انا مش عارف احب انا اتعبار انا مش عارف احب اتعبار اول حلو اصلا طيب ده سؤال صعب جدا على الفكرة يعني وده ما هي اللي ان فيه علاقات مريضة فيه علاقات الشخص الطرف اللي قدامك بيخليك تحس ان انت اصلا انسان مش كويس لا انه هو لو راح منك هو اخر قطعة يعني مش تعرف لحدش هيحبك غيره لا هو فيه ناس كتير يا جماعة ايوه هو فيه ناس كتير على الفكرة وده اللي انا بحاول اعرضه في المسلسل ان احنا هو المسلسل صاحب النظرية واللي احنا بنافهمه بعدين بيقولك ان فيه نص واحد بس اليك فيه شخص واحد بس بيكملك اه لكن احنا بعد شواء بنعرف لا انت ملكش نص واحد انت اصلا فيه ناس كتير جدا ممكن تعرف عليهم وفيه ناس كتير جدا ممكن تلاقي فيهم اللي انت بتدور عليهم اهم حاجة انت تب عارف انت تدور علي ايه ايوه تبقى مشي تاية اصلا ام